السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله النهاردة هنشرح اثبات سحب من تطبيق رصيدي. وانا كنت عملت فيديو قبل كده شرحت فيه ازاي تستخدم وازاي تربح من تطبيق رصيدي. فان شاء الله في الفيديو دوت هنشرح اثبات السحب من تطبيق رصيدي تمام? ولو انت لسه ما ثبتش تطبيق رصيدي اسيب لك رابط التطبيق في الوصف اسفل الفيديو. عندنا بتضغط على المزيد اللي هي موجودة اسفل الفيديو. هتلاقي رابط التطبيق وكل الدعوة. طيب دلوقتي بقى خلونا نشرح اثبات السحب من تطبيق رصيدي بعد تحديث الاخير عام الفين اتبع وعشرين. طيب كنت هتعمله علشان تسحب اطباحك من تطبيق رصيدي تمام? اول حاجة هتبدأ تفتح تطبيق رصيدي بالشكل ده كده. بعد كده هتغط على علامة الشاشة الرئيسية في تطبيق رصيدي واللي هي موجودة اسفل الطبيق نحة اليمين بالشكل ده كده. وبعد ما هتتأكد اللي انت كده جاي بالشاشة الرئيسية لتطبيق رصيدي كنت هتعمله علشان تسحب من الطبيق اول حاجة هبدأ اضغط كده على عدد النقاط اللي معايا. ولو اللاحظ بقول ان هوت لو انا هشحن الرصيد يبقى هبدل خمستاشر الف نقطة بستة جنيه. ولو انا هحول النقاط دية لكاش يعني اسحبهم على على محفظة كاش او الصلاة كاش او رانج كاش هيبقى الخمسة وعشرين الف نقطة بعشرة جنيه. طيب انا هنا هوت معايا خمسة وعشرين الف نقطة. هستبدلهم بعشرة جنيه تمام? طيب كل انا هعمله علشان احول الخمسة وعشرين الف نقطة دول لكاش تمام? هبدأ اضغط على احول نقاطك لكاش بالشكل دا كده. بعد كده هلاحظ دينا هوت ان عشرة جنيه بخمسة وعشرين الف نقطة. وعشرين جنيه بخمسين الف نقطة. وتلاتين جنيه بخمسة وسبعين الف نقطة. طيب انا الرصيد اللي معايا خمسة وعشرين الف نقطة تمام? هستبدلهم باول اقتراره اللي هو عشرة جنيه. تمام? يبقى هبدأ اضغط على عشرة جنيه بالشكل ده كده. بعد كده هلا يبقى اللي هوت اختار الشريحة وحول نقاطك لكاشف المحفظة. يبقى اللي هوت هتحصل على عشرة جنيه كاشف محفظتك من خمسة وعشرين الف نقطة. تمام? ولو اللاحز عند هنا هوت محفظة كاش والصلاك كاش وفودافون كاش تمام? ولو في محفظة اخرى هتليجي يبقى لك في الاخر هتبقى اللي هوت محفظة اخرى. طيب انا على سبيل المسال عايز يسحب على كاش. يبقى كل اللي انا هعمله في الصلاك كاش في المكان اللي هو موجود اسفل. دخل رقم التليفون الخاص بالمحفظة بالشكل ده كده. تمام? هبدأ اكتب رقم التليفون وبعد ما كتبته رقم التليفون اللي انا فتح عليه المحفظة تمام? سواء بقى محفظة كاش او الصلاق كاش او رانج كاش تمام? تابع المحفظة اللي معك. والليك هتبدأ هنا هو قد اسفله ده الرقم اللي متطبط بمحفظة كاش. بعد كده كنت هتعمله هتضغط على حول النقاط لكاش اللي هي موجودة في الاسفل. وهتضغط عليها بالشكل ده كده. بقول ان هو عشرة جنيه كاش في محفظتك. هتضغط على تمام بالشكل ده كده. بقول لي ثواني. بقول ان هو تم تقديم الطلب بالنجاح. هتضغط على تمام? وفي نفس اللحظة بقول ان هو تم اداع عشرة جنيه في رصيدك. تمام? في نفس اللحظة. يعني ما فيش وقت ما بين السحب وما بين الاداء. يعني لسه سحب حالا في نفس السانية لقيته بقول ان هو تم اداع عشرة جنيه في رصيدك. تمام? مش زي بقى مثلا ايه الالعاب التانية بياخد وقت عما بيتم اداع المبلغ في المحفظة. ده دوت في نفس السانية لقيته بقول ان هو تم اذاع المبلغ في المحفظة تمام وله هو اللاحش بعد ما انه سحب بعد ما كان معي خمسة وعشرين الف ومية واربعين نقطة بقى الموجود معي حاليا مية واربعين نقطة فقط تمام ودي الطريقة اللي من خلالها هتسحب اصباحك من تطبيق راسيدي تمام وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو واذا عجبك الفيديو اضغط لايك وتنسوش اشترك فوق القناة حشان شجعونا اللي هنعمل لكم فيديوهات جديدة